بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزي المتابعين والمتابعات لقناتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم استكمالا لشرحاتنا ودعما منكم لنا دائما على الاستمرار لا تنسوا دعني بالضغط على الزر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهات لحظة نشرها إليكم هذا الخبر العاجل الصادر عن جريدة أو عفوا عن وكالة الأنباء الجزائرية يخص توزيع السكنات حيث كان العنوان توزيع عدد هام من السكنات على المستوى الوطني في الفاتح من نوفمبر المقبل حيث سيتم الشروع في الفاتح من نوفمبر المقبل الذي يصادف ذكرى الثورة التحريرية توزيع عدد هام من السكنات بجميع السياق على المستوى الوطني حسب ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي وأضف السيد بالعريبي على هامش اجتماع مع وزير الموارد المائية كريم حسني أنه سيتم حاليا التحضير لتسليم عدد لا بأس به من السكنات بمختلف الصياغ عبر 58 ولاية مؤكدا أن إطارات الوزارة يقومون حاليا بخراجات ميداني على مستوى جميع المجموعات السكنية طور الإنجاز لتسريع وطيرة الأشغال وإيجاد حلول لكافة المشافل التي قد تطرأ على مستوى المواقع السكنية وذكر في نفس السياق بعملية توزيع السكنات التي جرت في 5 يوليو الفارط حيث تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية بمختلف السياق مضيفا إلى أن عملية إنجاز السكنات تتطلب وجهدا كبيرا وتنسيقا مع عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الموارد المائية لتوفير الماء الشروب وقنوات صرف المياه في جميع المواقع السكنية أما بالنسبة للمجمعات السكنية الكبرى على غرار القطب السكني لحجر المنقوب بيالما أوضح السيد بالعريب أنه تم برمجة تسليم 6000 وحدة سكنية ناهيك عن 20 ألف وحدة سكنية بولاية البوليدة سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة من جهة أخرى وردا عن سؤال متعلق بتاريخ انتهاء أشغال جامع الجزائر لم يعطي السيد بالعريب تاريخا محددا مشيرا إلى أن هناك بعض الأشغال ذات طبيعة تقنية تم الشروع في إنجازها مع وضع ورقة الطريق وأضاف في ذات السياق أنه تم حل كل المشاكل التقنية العالقة على مستوى الغرب الشمال للجامع حيث سيتم الانتهاء منه قريبا فيما يعرف الممر الشرقي أشغالا كذلك وسيتم الانتهاء منه في ظرف 20 يوما وقال أنه بعد انتهاء هذه الأشغال سوف يفتح جامع الجزائر للمواطنين لتأدية شعائرهم دينية في أقرب الآجال وفيما يتعلق الاجتماع الذي جمع الوزيرين فقد خصص لنقل مهمة تسيير خزانات المائية الصغيرة واحدة في كل عمارة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وذلك تفاديا بالازدواجية التسيير وقال السيد بالعريبي في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على تسيير مهمة تسيير خزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية على المستوى البطني إلى وزارة الموارد المائية والأمن المائي وضيفا أن هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية مع بلوغ نسبة 60% على مستوى المجمعات السكنية بسيدي عبدالله الجزائر والبوليدا مثلا إلى أن يتمه بصفة نهائية الوصول إلى تسيير موحد لهذه الخزانات من جهته قال سيد حسني أن قطاعه يدعم وزارة السكن والعمران والمدينة من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وكشف بخصوص نظام الضخة التابع لمجمعات عدل أن الفرقة التابعة للقطاع شراعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف بزارة الموارد المائية لتفادي تسيير المزدوج على مستوى سكنات عدل وأضاف أنه يتم حاليا إعادة تهيئة لبعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة مبرزا أن الانتقال إلى التسيير الموحد لهذه الخزانات يتم بصفة تدريجية وأبرز أنه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي دوسعة كبيرة على مستوى كل حي لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة وذلك لتسهيل التسيير أما بخصوص المجمعات السكنية الكبرى التي تطول فيها مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بنظام التطهير والمياه الصالحة للشرب على غرار المجمعات المتواجدة بقلمة ومفتاح وبوينان أكاد السيد حسني على إمكانية وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب في انتظار إنجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا إلى أجل حل النهائي وفيما يتعلق بالإدارة الجديدة شركة سيار ذكر السيد حسني بأن العقد مع شركة سوير الفرنسية قد انتهى بعد 15 سنة من التعاون وذلك بعد أن بلغ جميع أهدافه التي سطرها أصبحت شركة سيار تسير حاليا بسواعد مكونة من الكفاءات الجزائرية الشبانية بنسبة ماء بالماء إلى هنا أعزاء المتابعين أكون قد انتهيت لا تنسوا دمي بالضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهاتي لحظة نشرها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته